صباح السعادة هنعمل كفتة بطريقة سهلة جدا سدر فراغ قطع الزبدة بصلتين كبار كبيرة بزلة البهارات بابريك زعتر ملح فلفل بكتوم بوضر بصلتين كبار كبيرة رز فرمت البصل وخدت منه جزء افرم الفراغ لازم الفراغ تكون متجمدة لكي تبقى سهلة في الفراغ اضع التوابل وعندي حوالي 3 معالق بقسمات اضع خطأ الزبدة اضع بقدونس اضع الفراغ اضع الفراغ اضع الفراغ اضع الفراغ لكي تبقى سهلة في الفراغ هاخد كده معلقة سمنة معلقة زيت معلقة زبدة المتاع عندك وهاخد حوالي 3-4 معالق بصر مفروم وهاخد الفلفل الالوان وهبتدي اشوح وهنزل بالاوانس بتاعتي هبتدي طبعا الاوانس بتاخد وقت بشوية في السبعة عن الكبت ابتدي اشوحها كده شوية وهسيبها تستوي نص السبعة وبعد كده هضيف لها الكبت انا كنت طبعا حطها غسلان كويس وحط عليها معلقة تحينة عشان ازرحت الزبدة وبرضه هاخد معلقة زبدة كده وهبتدي اشوح بسلة بتاعتي والجذر المفشور وهبتدي اشوحهم كده شوية وكده انا بشوح برضو الاوانس معها اكلة جميلة وحلوة قوي وهحط شوية فلفل اسود وشوية معلقة التوابل على المسلة وهبتدي اشوحها عشان ما يبقاش تعمها زي المسلوب التشويحة دي بتخلي تعمها حلوة قوي في اكلتنا ما شاء الله لما بارك اكلة جميلة وسهلة وبسيطة وهتعتمديها الرمضان وما شاء الله هتكفي اسرة كبيرة السدر الفراخ هيكفي عدد الاسرة كبير لو عدد الاسرة صغير بتاعك ممكن تاخدي نص ربع السدر انا كده خلاص فرمتها وهملحتها كويس وكده القوانس بتاعتي دخلت في نص سوا هبتدي انزل بالكبدة طبعا الكبدة زي ما انتم عارفين ما بتاخدش سوا هبتدي انزل طبعا بالمالح بتاعي وشوية كصبرة كمان وشوية فلفل اسود وشوية سماء بتديها مسازة كده جميلة قوي وهو اعطي لها شوية برضو كوب باسين نسيت اقول لكم ان انا حطيت كوب باسين على الفراخ باية بتطفير مع كوب باية الروز طبعا كده غسلتها وحبتدي هشوحها هو اللي بحطت بسلة وكله على بعض وشوحهم واسويهم نص سوا مش هسويهم سوا كامل وهكده هنشوفهم مع بعض وحطيت لها معلقة زيت انا كنت حطى لها معلقة زبدة وحطي لها معلقة زيت انت حابة تعمليه بسمنة وتعمليه بزيت اللي انت حابة وحبتدي هحط عليها شوية مية صغيرين حوالي ربع كوبة او حسب الكمية اللي انت عاملها وخلاص كده اخد نص سوا وحبتدي افرره علشان يبرد المعملة خلص باية الاكلة بتاعتي هنا كده خلاص الكفتة بتاعتي كده خلصت وحبتدي ادين السمن السنية بتاعتي بالسمن هاجب كده كيس تلاجة وحفتحه وحبتدي اعمل الكفتة هنعمل الكفتة بتاعتنا مش بالطريقة التقريدية هبلع زي ما انتو كده شايفين في الطبق وحبتدي احط الحشوة بتاعتي اللي انا عملتها معاكم الجميلة دي رعتها بذيعة والفراغ بالطريقة دي الكفتة دي كان جميلة جدا جربوها ان شاء الله اجيبكم جدا وبتعمل كمية كبيرة قوي عايزة تعمليها صوابع انت حرحتيك عايزة تفرديها في الصينية وتعشيها زي ما زي ما تقولي بتعملك نافة او كلاش براحتك عايزة تعمليها بنفس الشكل بتاعي اعمليها عندك تلات طرق ممكن تعمليها بيوم وحبتدي اقفلها شايفين سهلة جدا والكس التلاجة ده بيسهل عليك الحشوة بتاعتك وحبتدي كده احطها وحبتدي احطها في الصينية بتاعتي عايزة تغطيها وتسويها على البوتجاز سويها عايزة تدخليها الفرد تدخليها براحتك انا طبعا خسوتها في الفرد شايفين ما شاء الله مبارك وبعد كده حبتدي احط عليها وشها هجبنا المرزاريلا زمانتوا كده شايفين ورشة البقنوز دوليس تحفة 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 شايفين جمالها ما شاء الله الله مبارك جربوها كده ان شاء الله هتعجبك جدا واقول لكم سلام عليكم واشوفكم في الفرد ان شاء الله